جماعة في اشياء كثيرة تحصل للبيتكوين والكريبتو حاليا وفي فيديو اليوم عايز اوريكم تشارت هنا مفجر للعقول تشارت يوضح لنا ايش هي الحركة الكبيرة القادمة للبيتكوين لانه في عندنا جماعة الان هنا تشابه يحصل ويتكرر في الوقت الحالي نفس المرة السابقة وفي المرة السابقة لما شفنا هذا الشيء شفنا شيء جنوني للبيتكوين فعايز اتكلام جماعة عن هذا الشيء علشان اتأكد بانه ما يتم مفاجأتكم وعلشان اتأكد بانكم تقدروا تستفيدوا وتستغلوا الحركة الكبيرة القادمة اللي راح تحصل وكمان راح اتكلام جماعة عن بعض البيانات على الانتشين توضح لنا ايش اللي قاعد يحصل على الانتشين للبيتكوين راح اتكلم عن بعض اخبار الكريبتو اللي قاعد تطلع وفي كمان في تشابه هائل اخر يوضح لنا ايش هي الحركة الكبيرة القادمة للبيتكوين وراح كمان اتكلم عن العملات البديلة مرحبا بكم مرة أخرى اسم منصور وقدم لكم فيديوهات عن المدهة الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصل على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط لنزل الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب جماعة خلونا تخلين الآن باشرة وعلى فريم الأرباح ساعات شوفوا هنا احنا لسا فوق هذا الخط البني وبشكل عام جماعة طبعا ما في أشياء كثيرة مشوقة هنا قاعدة تحصل في خلال أطلة الأسبوع فقط هنا مشينا بشكل جانبي وبشكل هابط شوية وأنا متوقع بأنه نوعا ما راح نضال هنا نتماسك داخل هذا النطاق لفترة أطول فوق المستوى هذا في الأسفل عند 63.000 دولار وأسفل هذا الخطف الأعلى عند 68.500 دولار فهذه هي مستوية الدعم المقاومة الحالية وما في أشياء كثيرا نقولها مقارنة بالأشياء التي قلتها في خلال الفيديوهات السابقة ولكن هذا هنا على فريم الأرباح ساعات والشيء المشوق هو أن الأسواق التقليدية الأسواق الفيوتشورز راح تفتح لاحقا الليلة وتقدروا تشوفوا بأنه نحنا كنا قاعدين هنا نحصل على شوية انخفاض أو شوية ترند هابط الصغير لما أقبلت هذه الأسواق والسؤال هو لما تفتح هذه الأسواق حاليا لاحقا اليوم هل راح نحصل على استمرارية بالهبوط بهذا الشكل أو هل ممكن نحصل هنا على ارتداد وارتفاع من عند هذه النقطة هذا راح يكون شيء مشوق ومثيل جدا الاهتمام لنشوفه فهذا أكيد طبعا راح يكون له نوعا ما تأثير على الكريبتو كمان طيب والآن جماعة قبل أن نتكلم عن هذا التشابه الهائل خلونا أول شيء نتكلم هنا عن إيش اللي قاعد يحصل على الأونتشين أول شيء البيتكوين للتو حصل على أكبر ارتفاع من ناحية التغير في خلال السنتين بمعنى كمية البيتكوين القديمة اللي قاعدة تتحرك الآن في الواقع كبيرة جدا فنحن نشوفه جماعة الآن كميات كبيرة من العملات القديمة تتحرك فهذا هنا للبيتكوين ولكن كمان اللي تشوفوه وهو أنه العناوين اللي قاعدة تجمع البيتكوين وما تبيع أبدا فقط قاعدة تجمع بيتكوين أكثر إلى محافظهم المؤشر اللي وضح هذا الشيء هنا قاعد مرتفع في خلال الأيام السابقة بشكل كبير جدا فيعني نشوف عنوين كثيرة قاعدة تجمع البيتكوين و25 ألف بيتكوين تم تجميعه إلى هذه المحافظ وإلى هذه العناوين وهذا ما يقارب 1.6 مليار دولار هذه العناوين قاعدة تجمع البيتكوين وما تبيع أبدا طبعا في عندنا الحيتان قاعدة تجمع وكمان في عندنا العملات القديمة جدا في من البيتكوين قاعدة تتحرك فربما قاعدين يأخذوا هنا بعض الأرباح طيب الآن جماعة خلونا نتكلم هنا عن تشابه هائل جدا أول شيء أريد أن أردكم هذا هنا على تشارت التوتل طبعا تشارت التوتل يوضح كل القيمة السوقية للكريبتو بالكامل البيتكوين والإيثيريوم والعملات البديلة طيب اللي أريد أن أرجع هنا إلى 2020 وأريد أن أردكم هذا طيب اللي تقدروا تشوفه هنا وهو أنه حصلنا على أب تريند تريند ساعد هنا كبير وبعد كده حصلنا هنا على تماسك يعني حصلنا هنا على ارتفاع منذ سبتمبر 2020 إلى نوفمبر 2020 وبعد كده حصلنا هنا على شوي التماسك وفي الواقع هنا حصلنا على ارتدادات وانخفاضات محترمة في هذه النقطة حصلنا على انخفاض 20% وهنا بعد هذا التماسك حصلنا هنا على حركة كبيرة قوية للأعلى وشوفوا هنا يا جماعة هذا هو الشيء المهم من هذه النقطة بعد أن حصلنا على هذا الصعود على تشارت التوتل تقدروا تشوفوا بأنه حصلنا هنا على الشمعة وصلت إلى القمة وبعد كده في عندنا الشمعتين حمر وهذه جماعة هنا انخفاضات كبيرة بـ 30% أو 25% ولكن بعد أن حصلنا هنا على تماسك في هذه الشمعتين الحمر حصلنا هنا على الشمعة من غير حاسمة خضراء هنا كبيرة بمعنى أنه تقلبات كبيرة حصلت في هذه الشمعة وبعد كده جماعة في عندنا هنا إذا أخذنا من القاع ففي عندنا هنا ارتفاع هائل بـ 200% طيب والآن جماعة خلونا نشوف هنا على النقطة اللي احنا فيها حاليا شوفو هنا مرة أخرى في عندنا تريند صاعد كبير وبعد كده في عندنا هنا التماسك وبعد كده في عندنا ارتفاع آخر كبير وبعد كده حاليا في عندنا إلى الآن شمعتين حمر بهذا الشكل وتذكروا جماعة هذه الشمعة راح تغلق اليوم لأنه اليوم لاحد والآن السؤال راح يكون إلى أين راح نتجه بعد هذا خلونا نجمعها فقط هنا أوريكم هذه هنا جنبا إلى جنب تقدروا شوفوا جماعة هنا صعود وتماسك وصعود آخر وبعد أن وصلت هذه الشمعة الخضراء إلى القمة حصلنا هنا على شمعتين حمر وبعدها حصلنا على ارتفاع هائل هنا تريند صاعد وبعدها تماسك وفي هذا التماسك طبعا هذا التماسك كان أطول شوية من هذا التماسك ولكن لسه يعني يبدو مشابه يعني هنا تريند صاعد بوم وبعد كده هنا تماسك وبعد كده أب تريند صعود وهنا كمان نفس الشيء وهنا شمعتين حمر وهنا شمعتين حمر وبعد كده حصلنا هنا على حركة كبيرة أخرى للأعلى فإذا تذكروا جماعة بأنه هذا هنا كان ارتفاع 200% من القاع أو من الهبوط اللي حصل في هذه الشمعتين الحمر طيب فإذا تكرر هذا الشيء بالضبط تقدروا تشوف هنا بأنه في عندنا شمعتين حمر هنا شمعتين غير حاسمتين بشكل واضح ولكن بعدها حتى كمان في هذه الشمعة الخضراء اللي توضح لنا الإنعكاس وبدأنا بعدها بالصعود للأعلى حتى هذه الشمعة هنا كان فيها حركة بـ 28% تقلبات هنا في خلال هذه الشمعة الخضراء فهنا شمعة خضراء حمر حمراء الخضراء وهنا في هذه النقطة في عندنا شمعة خضراء حمراء حمراء وبعد كده نقول مثلا بأنه ممكن نحصل هنا على شمعة خضراء ونحصل على تقلبات وبعدها ممكن نحصل على الارتفاع الكبير ولكن من هذه النقطة إذا ارتفعنا 200% فراح يكون في الواقع حولي نوريكم هذا هنا على البيتكوين لأنه راح يكون منطقي أكثر على البيتكوين لأنه في الواقع اللي تشارت شكله مشابه جدا طيب خلونا يا جماعة هنا نعمل نفس الشيء على البيتكوين كنا في عام 2020 واتقدروا تشوفوا هنا بأنه حصلنا على تريند صاعد كبير وبعد كده حصلنا على التماسك وبعدها استمرارية في الصعود للأعلى وبعد كده شمعتين حمر والشمعة خضراء كبيرة هنا غير حاسمة بتقلبات كبيرة وبعد كده من هذه النقطة من هذا القاع احنا طبعا الآن على البيتكوين على الفريم الأسبوعي هنا نقدر نشوف بأنه ارتفعنا 129% ومعنى هذا الشيء إذا رحنا هنا على تشارت التوتل فهذا هنا ارتفع بشكل أكبر هذا هنا من القاع ارتفع بـ 200% ومعنى هذا الشيء هو أنه العملات البديلة هنا كانت تتغلب على أداء البيتكوين العملات البديلة ارتفعت بشكل جروني جدا حتى لرغم أنه يعني البيتكوين ارتفع بـ 129% إلا أنه العملات البديلة ارتفعت بـ 210% فخلونا جماعة هنا نرجع إلى البيتكوين حاليا وخلونا الآن نشوف جماعة على النقطة اللي احنا فيها الآن مرة أخرى في عندنا هنا تريند صاعد بوم وفي هنا عندنا تماسك وبعد كده في عندنا الجزء الآخر من هذا الارتفاع وحصلنا على الشمعتين الحمر حصلنا هنا على الشمعتين الحمر وبعد كده خلونا نقول بأنه مثلا حصلنا على الشمعة الخضراء الكبيرة الغير حاسمة بعد هذه الشمعتين وخلونا نقول مثلا بأنه نرتفع من هذه النقطة بنفس المرة السابقة خلونا نقول فقط يعني ارتفعنا بـ 100% وهذا سيكون معناته بأنه البيتكوين سيرتفع إلى 117 ألف دولار وفي الواقع هذا الشيء معناته كمان إنه هذا في الواقع متوافق بسجل كبير مع التشارتات الأخرى اللي تكلمنا عنها في هذه القناة فيعني يا جماعة في عندنا أشياء كثيرة تتوافق وفي عندنا يعني تشابهات أكثر وأكثر ولكن الآن يا جماعة عايزي أسألكم هل تعتقدوا بأنه هذا الشيء سيحصل نفس الشيء أو هل تعتقدوا اللي نشوفه حاليا هو بداية الـ Bear Market راح أحب أني أعرف رأيكم اكتبوا لي تحت في التعليقات طيب هي الأشياء اللي زكدة يعني كل شيء يشير إلى ارتفاعات أعلى إلى مستويات أعلى في البيتكوين وهذا وجماعة هو اللي خليني واثق حتى على الرغم من أنه يعني عندي كميات كبيرة من البيتكوين كمان في استراتيجية تداول تبعي وفي محفظتي الخاصة وكمان عملاتي المديلة واستثماراتي أكيد طبعاً انضربت بشكل كبير في خلال الأيام السابقة في أثناء هذه الحركة الهابطة لما البيتكوين هبط من 74 ألف دولار إلى 60 ألف دولار نعم محفظتي انضربت وانخفضت ولكن كل شيء جماعي توافق حالياً هنا من ناحية الارتفاع إلى أسعار أكبر وأنا مش قلق جداً فراح أستمر بشراء الهبط وراح أستمر بتمسك وراح نشوف جماعة إذا هذا الشيء راح ينجح أو لا راح أتكلم عن العملات البديلة هنا بعد شوية ولكن إذا استمرنا جماعة هنا بالكلام عن بعض الأخبار اللي قاعدت تحصل مؤخراً فكان في بعض الدراما الكبيرة أمس لأنه كان في حسابات كثيرة تعلن بأن الاتحاد الأوروبي حضروا المحافظ وإدارة الشخصية بمعناه يعني مثل متماس كليتجر أو أي محافظة تستخدمها حالياً الآن تم حضرها في الاتحاد الأوروبي طيب ولكن كان في بعض التوضيحات بأنه مش في الواقع حضروا هذه المحافظ ولكن اللي قالوا هو أنه يعني إذا أنت تستخدم منصة تداول إذا أنت تستخدم هذه الأشياء اللي تقدر عن طريقها أنك مثلاً ترسل أموال من كيان إلى كيان آخر بدون من أنه هما يقدروا يتتبعوا هذه المعاملات فالاتحاد الأوروبي قالوا هو هذا الشيء اللي راح يحضروا فيعني على حد فهمي للصراحة بتكونوا قادرين بأنكم تستخدموا محافظكم الشخصية ولكن هذه الشركات ومقدمين الدفع هؤلاء هما اللي لازم يعملوا أشياء بخصوص المعاملات والتقارير بهذه المعاملات وطبعاً أنا ما أحب هذا الشيء طبعاً ما أحب أن الواحد يعني يكون مراقب ما أحب تحكم الحكومات وفي الاتحاد الأوروبي أتمنى بأنهما راح يحلوا هذه المشكلة فبصراحة ما أعرف بما أنه يعني كل شيء يعملوه يخلي الأمور سيسوء أكثر وكل الناس اللي عايشين وتربوا في الاتحاد الأوروبي أكيد عارفين هذا الشيء فبكل تأكيد أكره هذه التنظيمات اللي قاعدة تحصل هذا تخلي فقط الأشياء أسوأ في رأيي ولكن جماعة هذا هو اللي قاعد يحصل وعلى أمل بأنه ما راح تكون بنفس سوء التقارير اللي طلعوها في السابق طيب في الأخير يا جماعة عايز أوريكم هنا هذا التشابه الكبير للبيتكوين اللي عندنا هنا في الأسفل طبعا هذا هنا تشارت من التكديف اللي عندكم هنا في الأسفل هو مؤشر التقالبات على الشهرين تقدروا تشوفوا بأنه مرة أخرى في عندنا هذه التشابهات وهذه التطابقات يعني مش بالضرورة لازم ندخل بتعمق هنا عن إيش معنى هذا الشيء هذا هنا مجرد مؤشر للتقالبات وطبعا يتكون من الموفينج أفريجس وكل هذه الأشياء ولكن نشوفوا هنا يا جماعة في عندنا هذا الإنحناء بهذا الشكل وهنا في عندنا إنحناء من ناحية السعر للأعلى وبعد كده نشكل هذه النقطة وبعدها نحصل هنا على إنحناء وحركة كبيرة للأعلى في سعر البيتكوين ومرة أخرى جماعة تتوافق هذه الحركة هنا في عندنا الإنحناء في المؤشر في الأسفل وأشوفوا هنا جماعة حاليا في الوقت الحالي في عندنا كمان هذا الإنحناء في الأسفل نفس الشيء اللي حصل في المرات السابقة ولما نحصل هنا على الكرة الوردية هذه هنا بوم نحصل على الارتفاع كبير للأعلى هنا كمان الإشارة الوردية الثانية وهنا بوم إرتفاع للأعلى والآن هذه الإشارة الوردية الثالثة هنا في تاريخ البيتكوين كله وهذا متوقع بأنه راي يأخذنا إلى ارتفاعات وأسعار أعلى بكثير هل راح نطلع إلى نفس المستوى المتوقعه تيك ديف يعني إلى 340 ألف دولار للبيتكوين ربما لا احتمال كبير بأنه لا في هذه الدورة الحالية ولكن ما حد يعرف هذا هنا راح يكون في عام 2025 فيعني ربما ممكن يحصل اكتبوا لي يا جماعة رأيكم تحت في تعليقات إذا تتقدوا إذا هذا الشيء راح يحصل أو لا ولكن حتى ولو ارتفعنا إلى 150 أو 170 ألف دولار فهذا طبعا هنا مش سيء جدا كهدف لهذه الدورة طيب في الأخير يا جماعة هنا عايز أوريكم بأنه نعم يا جماعة عملاتي البديلة هنا طبعا يتم ضربها بشكل كبير ولكن لسه كمان تعتبر جيدة زي ما قررتكم يا جماعة الكوتي وكثير من هذه العملات الدي جي آي أنكجت أخذنا إلى أرباح في أثناء الصعود فهذا معناته يعني حتى لرغم أنه أنا أتوقع ارتفاعات كبيرة لكل هذه العملات وبالملاسبة يا جماعة طبعا راح أضيف عملات بديلة أكثر وتقريبا ممكن بكرة راح أتكلم أكثر عنها فإذا عايزين أو إذا أنتم مهتمين بالعملات البديلة فاتأكدوا يا جماعة بأنكم تكتبوا لي تحت في التعليقات وكمان تأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس علشان تحصلوا على هذه العملات البديلة وتعرفوها لما أحطها هنا في محفظتي ولكن بشكل عام جماعة نعم حصلنا على ارتفاعات هائلة وطبعا ليسا قاعدين نحصل على أرباح هائلة ولكن أكيد مع هذا الانخفاض العملات البديلة تنضرب الآن ولكن يعني مش سيئ جدا أتوقع أنه راح نحصل على ارتفاعات وأسعار أعلى كثيرة هنا في هذه العملات وإذا أي شيء فهذه فقط مجرد فرصة جيدة أخرى لشراء وتجميع عملات أكثر في الواقع هذا هو اللي أنا أعمله وراح أخلكم على اطلاع بالعملات الجددة اللي راح أدخلها بكرة وتأكدوا يا جماعة بأنكم تتابعوني على تويتر كمان هذا كل شيئا لكم اليوم بالتنفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم